أبو هاشيمة هو اللي اخترع الفانكوش وعلشان الفانكوش بقى أهم رجل أعمال على السوشيال ميديا لدرجة أنه خد لقب رئيس مجلس إدارة من كتر ما هو نشيط وأكتف على مواقع التواصل الاجتماعي ولو مش مصدقين يبقى أنتم أكيد ما تعرفوش أنه هو رجل الأعمال الواحد في مصر اللي عنده حسابة تيك توك ومش هتصدقوا لما تعرفوا أنه صروته وصلت لـ 5 مليار وربعمائة ألف دولار ودول متوزعين على الأصور والعربيات والبيوت والعمارات اللي عنده وبيكسب في السنة الواحدة فوق 30 مليون دولار وكل فترة ووسط الأخبار المعتادة عن مغامراته وجوازاته وانفصاله بنتفاجئ بخبر غريب عن رجل الأعمال وهو أنه هو بيعمل مشاريع تشغل الشباب وتساعدهم وتقلل البطالة وفعلاً من حوالي سنتين أعلن عن مشاريع واستثمارات ضخمة هيتعاون فيها مع شركة السويدي وبس يا سيدي من ساعتها لا حس ولا خبر إلا طبعاً عن أخبار ارتباطه الجديد والزوجة المرتقبة علشان كده الجمهور قال علي إنه هو مخترع الفنكوش الحقيقي ولو لسه مش مصدقين تعالوا نقول لكم إيه هي المشاريع اللي أعلن عنها أبو هشيمة وقال إنها هتتنفذ وفعلاً نفذها في الهواء وأول مشروع أعلن عنه على التيك توك لما باحثته في شركة حديد المصريين لرجل الأعمال أحمد عز بعدها فتح شركة المصريين الاستثمار وأعلن في شهر يناير سنة 2022 إنها هيعمل بروتوكول عالمي دولي مع شركة برق ودي شركة مملكة للملياردير هندي وقال ساعتها إنهم هيجيبوا موتسيكلات كهربائية ويبيعوها في مصر عشان الغلبة يركبوها وأكد كمان إن الموتسيكلات هتكون موجودة في شرم الشيخ لما يتعمل مؤتمر المناخ اللي هو كوب 2022 وبقى أهم حدث في مصر هي موتسيكلات أبو هشيمة اللي هتكسر الدنيا بس للأسف المصروع طلع فنكوش بعد كل الدعاية اللي عملها أبو هشيمة لأنها طلعت ريش على ما فيش وبعد كده أعلن إنه هو هيشارك سدغلول الكبير الأسطورة كريستيانو رونالدو وقال ساعتها في بيان رسمي إنه هيعمل شراكة بينه وبين شركة فوتولاب مصر مع كريستيانو رونالدو علشان يدخلوا عربيات الكهرباء لمصر وقال إن توقيع العقود هيتم في دولة أوروبية وبحضور كريستيانو نفسه ولما جهل معاية طلع على الإمارات وخد كم صورة وخلاص والمشروع طلع بلح حتى شاركته مع كريستيانو رونالدو طلعت بلح يا كمان وهنا بقى الناس قمت عليه وعرفوا إنه بيتحك عليهم علشان كده فضل ساكت لحد ما الناس نسيوا اللي هو عمله وبعد أكتر من سنة قرر يعلن عن مشروع جديد في شهر ديسمبر سنة عشرين تلاتة وعشرين وقال إنه هيعمل مصانع لتصناع المواد الغذائية وقيمة المشروع هكون 300 مليون دولار وهيدخل شريك مع طرف أجنبي وهيحتل به الشرق الأوسط بس فجأة الشريك الأجنبي اللي كان معاه طلع هندي واسمه أبو صباح لأوي إيه اتقبض عليه كمان في الإمارات وبكده دي تلت مشروع لأبو هاشيمة يطلع هو كمان فانكوش وبعد كل اللي قلناه يا تارة تعرفوا إيه السبب اللي يخلي رجل أعمال زي أبو هاشيمة يعمل كل الدعاية الوهمية دي وفي الآخر تطلع ريش على ما فيش السؤال ده مالوش إجابة والحد ما نلاقي الإجابة ما تنسوش اعملوا لايك وشير للفيديو واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من مباشر مصر